على طول الحدود المصرية مع غزة يستعرض الجيش الإسرائيلي قواته في محور فلادلفيا وهو شريط حدودي يمتد لأربعة عشر كيلو مترا ويفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية ويمثل منطقة استراتيجية أمنية خضعت لاتفاقية ثنائية بين مصر وإسرائيل عام 2005 الجيش الإسرائيلي يسيطر على المحور منذ ثلاثة أشهر تقريبا رغم التحذيرات المصرية المتكررة والتهديد بإلغاء معاهدة كام ديفيد لكن اليوم يعتبر الوجود الإسرائيلي في محور فلادلفيا العقبة الأساسية في طريق المفاوضات بين إسرائيل وحماس إذ أعلن نتنياهو أن الجيش لن ينسحب من محور فلادلفيا بأي حال من الأحوال وهو ما ترفضه حماس بشكل قطع هذه الحدوث تعتبر شريان الحياة لغزة منذ عام 2007 بعد أن سيطرت حماس على القطاع وخضع محور فلادلفيا لهيمانتها ومع استمرار فرض إسرائيل حصارا خانقا على القطاع حفر الغزيون مئات الأنفاق أسفل محور فلادلفيا تدعي إسرائيل أن حماس تستخدمها لتهريب الأسلحة الوجود الإسرائيلي وتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود يعد انتهاكا للاتفاقية الثنائية بين القاهرة وتل أبيب ويرى بعض المحللين أن إسرائيل تضغط على مصر من أجل تعديل الاتفاقيات الخاصة بالمعابر والحدود